ماذا يحدث بين تشافي و جواو فيليكس يا أخوان؟ يا أخوان اللاعب بعد ما كان محبب بالنسبة لتشافي وتشافي في كل مقابل ومؤتمر صحفي إليك أتمنى أن يستمر معنا وأن نحسن نشتري عقده من نادي أتلتك ومدريد أو حتى نحسن نجدد إعارته الآن وحسب صحف كتالوني بتقل لك العلاقة من تويترا جدا وتشافي ما بده جواو فيليكس يستمر وانح شفنا في مبارا الأخيرة أمام الميريا بده لبين شوطين ودخل فيران توريس عن سابعوت أيضا من خلال صحف بقول معدل الركض والقتالية على الكرة عن جواو فيليكس انخفض بشكل كتير كبير تخيلوا اللاعب بخلال عشر مباريات مسجل هدف واحد بس اللي هو قدامها تلتك ومدريد مبارا الأخيرة يلي تقلق فيها اللاعب فهون بيجوا بقول لكم شو مشكلة هاد اللاعب هاد اللاعب فنيا عالي حساسيته على الكرة عالي حساسيته على المرمى عالي تكتيكيا عالي بس شو بده؟ بده مخو يبقى بالملعب هاد اللاعب مزاجي هاد اللاعب من أكثر اللاعب اللي شفتون مزاجي حابب يلعب وينطقم بيتألق وبيسجل وبيقدم لك واحد من أفضل مبارياته وبيحسسك وكأنه اليونين ميسي في كأس عالم قطر ما انه بالمزاج بتاعه وما حابب يلعب بتشوفوا لاعب علي على الفريق لا وما بيبين لكنه على عيبي مع نادي متطلب وجماهير متطلبي مثل جمهور برشلونة ونادي برشلونة هاد اللاعب ما بيناسب هيأقل الشيء ووجهة نظرك يفضل تكتب لي وجهة نظرك بالتعليقات وزحاب تبع عمباريات بدون أي تقطيع في عندك الرابط بالبايو فم حاقة